اشتركوا في القناة انا من اول ما قلت ان انا عندي حلقة معاك اليوم اول سؤال ترى على بالي ان دكتور انا حاليا خريج شلون اشوف الوظيفة المناسبة حقي او حق تخصصي او حق المجال المالي او شون اعرف ان هذه وظيفة مناسبة ام لا بسم حمر رحيم وبهنستعين شكرا لك اخوي عبدالعزيز اولا الدول تقوم دائما على خمس تخصصات علمية تخصص الاول هو الطب تخصص ثاني هو الهندسة ثم عندك المحاسبة ثم عندك الحقوق والتخصص الخامس هو التربية الاساسية فنلاحظ مثلا نعطي مثالك الكويت دولة الكويت اي واحد متخصص بهذا المجال دائما تحسه مؤمن وظيفيا دارس حقوق عنده وظيفته دارس محاسبة عنده كادر وعنده جمعية وراء جمعية محاسبين جمعية محامين صح؟ طب نفس الشيء تربية اساسية تخرج من التطبيقه وظيفتها ناطرته طبعا اي على طول وعندك الطب ايضا لح شأن ولح مكانه فهذول الخمسة اللي هم مكانه لما تروح ان تخصصات اخرى مثل واحد متخرج تاريخ متخرج جغرافيا متخرج تخصصات اخرى تكون لها وزن ضعيف ليش؟ لان هذول الخمسة هم تخصصات انتاجية انتاجية والدولة تستند عليها الوزارات والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية تستند على هذه التخصصات الخمسة طبعا منها الخمسة يطلع ايضا الشق الثاني اللي هو الشق العسكري او الشق الامني فالشق الامني يستند على النظام القضائي نظام الطبي نفس الشيء الجيش الجيش فيه طب فيه علوم فيه امور كثيرة فاي شخص يبي يكمل دراسة اول سؤال يسأل نفسه يقول هل التخصص اللي انا راح اروح له راح يكون تخصص له وزن وزن سياسي ووزن اقتصادي هل راح يكون تخصص انتاجي هل راح يكون لها مكانه هل فيه جمعيات تدعم هذا التخصص هل فيه جمعيات نفعام ايضا لهذا التخصص وما شاب ذنون قبيل الآن اذا قال لي لا انا والله عندي الشغف لهذا التخصص معناته هذا يكفي ليش يكفي لانه راح يخليه يحاول قد ما يقدر انه يتمكن في هذا التخصص ويتوسع فيه الين يوصل مرحلة انه يكون هو منتج بحد ذاته طبعا نعطي مثال فيه ناس تخصصهم جغرافية وفيه كثير من الناس جغرافية لكن يطلع دائما بين فترة فترة واحد بالجغرافية يطلع مميز جدا مسوي له شيء مميز في حديقة موينة بالعبدالي كده فهو اللي يتميز عنهم كلهم او بالتاريخ وما شاب ذهل قبيل ايه صح صح فلذلك اتت مؤسسات مثل كيفاس تقدم العلمي فأتي تقتبس وتأخذ اه الافراد هذول المتميزين في هذا المجال وتحاول تطور علمهم مثل جمعيات ايضا مثل معهد معهد الابحاث اللي هو كسر وغيره وغيره ايه صح حتى مشاريع يعني تكون منتجة ثلودة يعني في العام تساعدهم فشون اخترت خصصي هذا اول سؤال نفسي هل انا بدش بمجال انتاج هل بتخصص بمجال مميز بالدولة له وزن سياسي واقتصادي او انا بتبع شغفي فهذا سؤال لك الان على اي اساس كتب على هذا اللي كنت ابي اسألها يعني يعني بوجهة نظرك دكتور انت اتأيد ان الشخص اللي بيبلش دراسته هل يروح الى تخصص يتبع فيه شغفه ولا هل ينظر اول شي الى سوق العمل شنو وضع التخصصات شنو التخصص اللي علي له شنو اللي متطلب شنو اللي احنا في يعني في بالاقتصاد يقول في دول عظمى دول منتجة وفي دول نامية في دول كذا لكويت للأسف دولة اللي لست منتجة فلذلك يتخوف الشخص يقولك انا خلني اتخصص بمجال امن وظيفتي شنو لما اتخرج ألقى وظيفة صحيح فاذا داش حقوق الكل ياخذه الجمعية التعاونية تاخذه وايضا النيابة تاخذه صحيح حتى الفق ياخذه حتى البقالة تاخذه ما عندما حتى المحاسبة نفس الشي صحيح المحاسبة يقدر توظف بأي مكان فهذه تخصصات مميزة خصصات مطلوبة باي حتى يدرس طب ما توظفت مستشفى خلنقول على المستوى الكويت تقدر تشتغل عيادة ما عندك مشكلة مستوصف صحيح فمأمن أمن تخصاتها خطرة تخوف ولكن سبحان الله لما نشوف لما نروح الى دولة عظمة دولة منتجة امريكا فرنسا ايطاليا الدول منتجة ما عندك اي مشاكل لو تتخصص اي تخصص رح تلقى تمييزك ليش؟ لانا دولة منتجة صحيح ويقولها للعلم في الاقتصاد كلما ازداد الانتاج ازداد مستوى معيشة الدولة فشون تعرف مستوى الدولة اذا يزيد ولا لا احنا دولة خنقول ريعية قائمة على انه طلع نفط بيع نفط كان الله قفور رحيم فالحين السؤال يقول لك انا ابي اتخصص تخصص نادر هل انا انصح اي شخص يتخصص نعم اذا كان لك شغف لكن اذا ما كان عندك شغف ما انصح دائما مربوط بالشغف صحيح رغم اثنين دائما اسأل اللي اسأل ما يضيع هذا مثل بسيط جدا اللي يسأل ما يضيع انت تبتخصص تخصص محاسبة لا تسأل وين راح توظف نعم لها اماكن مميزة دوان محاسبة اماكن رئيسية ولكن الكل ياخذك اتفقنا احنا توها ايه الكل ياخذك توهكت قطاع عسكري توهكت عندك دوان محاسبة الكل ياخذك صحيح فارد واقول لك نفس الشي اذا تخصص تخصص مميز جدا لابد اربطه بالشغف اكيد اي اي انزينا الحين يعني اللي يدرس تخصص معين بس يكون مجال الوظيفي غير تخصصه او غير مجال الدراسي تحس هالشي مضيعة وقت بالدراسة ولا تحس عشان الشغف موجود فأهو حاب ان يغير شوفي سبحان الله تخصص الهندسة تخصص مميز مميز حيل 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 ويأتي من بعده الطب تخصص الهندسة بغض النظر اي نوع هندسة تدرس فمن سنة اولى الى اخر سنة له في غرس يغرسونه الدكاترا عضائية التدريس حتى الكلية حتى النظام الاداري نظام التعليمي في كلية الهندسة اش يغرسون فيه انه يكون حلال مشاكل سواء انت هندسة كيميائية هندسة بترول هندسة مدد بغض النظر انت مهندس فيغرسون فيك غرس انه انت حلال مشاكل فالذالك مسكين لما يتخرج تلقى لا ايراديا يبيحل اي مشاكل يشوف اي خطأ يبيت فلسف يبيتكلم يبيحط صار غرس فيه لازم البيسك يعلمونه ما هو انت مهندس حل كهرباء اي شي فتم ترويضه من باب الترويض اسمونا من باب الترويض حلال مشاكل هذا التخصص مع مرور وقت صار فيه وفرة بالكويت وغير الكويت فبلش ما يلقى وظائف ايه ما يلقى وظائف يقطع النفط يقطع قال ها وين اروح قال لي بأنا مهندس وحلال مشاكل ما يفرق القطاع المصري في اليوم يحمل حملت شهادات الهندسة بشكل مخيف وقام ينافس اللي تخصصه تمويل الاقتصاد مالية ماركتينج يتوحقون بالبنوك ويتمييزون ودائم منها حتى في الغطاع التعليمي اليوم سبحان الله سواء في جامعة الكويت او اي جامعة في العالم اغلب الدكاترا اللي في قطاع اخونا في علوم الدارية وخصوصا المحاسبة والتمويل او الاقتصاد الباكراد ما له هندسة يكون باكراروس هندسة ثم ماجستير او دكتوراه في الفايننس ليش لانه قوي بالرياضيات ايه فهو فقط يدش مجال ماجستير يغير مصطلحات ياخذ مصطلحات يديدة فتر فالي برزنت فالي ما ادري ايش يدرس المصطلحات بالاخير يساعد حتى يعني يكون تخصصات مساندة حقه وحق وظيفته فالان هذا اللي تخصصه هندسة عرف انه يشق دربه بطريقة مختلفة حتى الطبيب الطب ما عنده مشاكل تقطع وين ما تقطع مثلا في نعرف في ناس دعاة في ناس من ناحية خنقول فاتحينهم بزنس وغيرها ما عنده مشاكل ليش قوي بالعلوم قوي بالرياضيات قوي باللغة اللي دارس طب هاته هندسة الهندسة دارس باكيج مو دارس مو متميز بمجال واحد فهل تشوف اللي يدرس هندسة ولا طب دارس فيزياء كيميا أحياء رياضيات دارس كل شي صحي فوق البيعة دارس الأمور الكليناكية أو فوق البيعة الهندسة دارس الأمور الميدانية الآن في تخصصات ثانية ما راح أقولك أيضا يتوهق مثل أيضا المحاسبة الحقوق تخصصات تربية أساسية خلاص مسارة واضح ولكن إذا أنا دراس جغرافية هل راح أتوهق بعد ما تخرج إذا هنقول أنا ما حبيت أنا دراس جغرافية بس ما أقدر أتعين في مجال جغرافية ما عجبني المجال هل أقدر أطلع مكان ثاني نعم القطاع العسكري دائما يقبل لكن خنقول ما بالعسكرية أيضا هل أقدر هذا أماكن ثانية نعم هناك أماكن كثيرة عندك وزارة الخارجية اليوم وزارة خارجية تقبل تخصصات عديدة ليست فقط علم سياسية اليوم حتى اللي تخصصها محاسبة يقدر يكون يقدر يكون دبلوماسي هوايد ناس ما عندهم هذه المعلومة اللي تخصصها إعلام أيضا اليوم يقدر يكون في السلك الدبلوماسي ليش قاعد يتكلم ناطق رسمي حق سفارة معينة أو مكان معين توني أدري أنا ما شيء صراحة حتار يقدر يدش في منظمات يشتغل مع صندوق تنمية صندوق كذا باشي روحون عندهم لجان عندهم اجتماعات يبين روحون دورة دولة نامية أو دولة فقيرة يقدر يعطي راية في ربورت معين فيقدر ديش أماكن كثيرة مركز التقدم العلمي معهد الأبحاث أماكن كثيرة متوفرة شنو قلنا الشرط الشرط اسأل وموضع صح يسأل يسأل وموضع إن زين بالوظايف تحس الـ CV والإكسبرينس شي مهم يعني دورينج الانترفيو والمقابلة ولا تحس عشان أنه خلاص ضامن يقدر يروح ويقدم من غير مقابلة من غير ما يقدم CV من غير أولا كل إنسان لابد أن يعرض نفسه بطريقة صحيحة هنا اليوم نشوف شركات عالمية تصرح مليارات ملايين ها أجسسون براند أكيد الأمج يعني هذا شي لازم طبعا فأنا قبل ما حتى يشوفوني الموارد بشرية شو يشوفون يشوفون ورقة CV مالك شوفون ورقة صحيح وهذا الورقة تمثل CV سيرة ذاتية إذا أنا السيرة ذاتية ماتي مو مكتوبة بطريقة صحيحة وعشوائيات وحاط صورة وألوان وحوسة ها ومو أم نوت على مثل الإنجليزي يقولك أم هتتقل بوش ها مو دايركت فهذا أعطيت دليل أعطيت دليل قاطع أن أنا إنسان ممرتب مثلا فيرس إمبرشن صح لانطباعي مجيد هل أقدر أن نلوم الموارد بشرية لا ما أقدر أن نلومه فأنا من البداية لابد طريقة السيرة ذاتية مكتوبة بطريقة صحيحة زائد أسأل شنو أنا مقدم إذا أنا كنت مقدم على منصب أكاديمي لابد يكون السيفي مالي بطريقة أكاديمية بمعنى أقدم شهاداتي على خبرتي صح أقل مقاعد نفتر ماجستير كده أول هذه الأساس ثم أحط خبرتي إذا أنا كنت مقدم على قطاع طبي أحط عملياتي شنو العمليات إذا أنا شاركتها ثم أحط شهادتي هما عافلنا أنا طبيب صحيح عافلنا عندي بك رسطب بشري أكيد همت علي فطريقة السيفي نظامها شون أكتبها شون أحطها لازم تكون مهمة في ليلة على المكان يعني شنو الأولويات اللي تنحض بالسيفي فهذه الفكرة إن السيرة الذاتية اليوم وائد مهمة لأن تعتبر جزء من براندك طريقة لبسك طريقة كلامك طريقة البودي لانجوج في وائد أمور أنا أقدر أكلمت الآن وحن مقابلتنا وأقدر أكهرب الجو شلون وأنا كلمة أسويت شديد وأنا كلمة ما في ما في كده ففجأة أنا غيرت مسار المقابلة فهذه في أمور صغار لا بد للإنسان يأخذها بعين الاعتبار عشان سيطور من نفسه من زين تمام دكتور في طلب يتخرجون مثلا ما شاء الله تبارك الرحمن يكون الجبئي مال عالي يكون التخصص مال ممتاز جدا لكن قد يفتقد البعض إلى المهارات الأساسية اللي يحتاجها الخريج على أساس أنه يكون مثل ما تقول مبدع أكثر في مجال الوظيفة اللي بيشتغلها فمن وجهة نظرك شنو المهارات الأساسية اللي يحتاجها الطالب الخريج عساس أنه يكون مستعد للسوق العمل أولا خلنا نتفق على شي تمام المعدل مهم جدا حال أكيد ولكن هو ليس كل شي حام أكيد أي صح تمام المعدل يلعب دور كبير نعم هو وحدة قياسية تدلو بدل ومعين أن هذا الطالب قدر أنه يأخذ المعدل فلاني أو الدرجة فلانية في المادة المادة العلمية تمام تمام لكن هي ليست ميقاس الوحيد أحيانا أو اليوم احنا نسأل عن الكاركتر أنا يأتيني شخص معدل أربع نقاط لكن ما عنده كاركتر ما عنده ليدرشب صحيح ما عنده تيم تيمورك ما عنده كمنيكيشن سكيلز فهذه أمور وايض مهمة تخيل واحد عندك أربع نقاط لكن لا يتعارف ما عرف تعامل مع زملائه صح صح مشكلة يعني تيمورك والهانا صح فهذه أمور مهمة من زي فالآن المعدل مهم جدا ولكن نحن نخلنا اتفق قلنا أنه أحد العناصر المهمة وليس العنصر الوحيد مهم لأن اليوم أنا أقدر أقول لك أنا كعضوها يتدريس يوني طلبة عندي أي ستودن وعندي خلنقول والله العظيم وهذا يكون وعلى ذمتي أنا صار دكتور في طلبة يايبين سي أقسم بالله أفهم من شخص يايب أي ليش هذا اليايب أي حافظ بس مش فاهم مش فاهم حافظ مش فاهم طرف الثاني فاهم بس ما كان حافظ أو حاش ضر والعكس صحيح أحيانا يأتيك شخص عنده أي وجامع الثنتين أي مشاء الله صح بالعكس هذي كفاءة إنه يايب أي فعلا بضراعه وبفهمه وبقدرته وبحفظه فجمعهم بس في أغلبيتهم مشرط فالأصابعك مسوعة لهم لازم أي العكس يكون فنرجع محوى حديثنا محوى حديث يقولك إن المعدل هو جزء من الأمور الأساسية لوحدة قياس ولكن في أمور ثانية مهمة جدا كاراكتر الكومنيكيشن تيمورك الابلتي أن أنا أشتغل مع كلش يعني أنت اليوم في الجامعة الإسترالية في ميزة جميلة جدا عندك جنسيات مختلفة جنسيات متنوعة أنا لما أحدك معهم كأني فعلا قاعد أنا في بريطانيا كأني أنا فعلا قاعد في فرنسا ولا ألمانيا ولا إيطاليا ولا مصر ولا الأردن ولا فلسطين وغيرها أتعامل معهم أخذ من ثقافاتهم أخذ من طريقتهم وأيضا منهم يأيينك من خبرات معينة فتأخذ منهم وتكتسب صح صح اللي نتعلم بالنهاية أي منهم بالضبط شي وايت حلو في مجال العمل فنحاول أن نمهد للطريق أو أن نوضح للأمور شون قاعد تصير حضرتك مثل ما تفضلت قبل شوي فههمتنا شنو المهارات اللي ممكن يحتاجها الطالب الخريج نزين الحين يبي توظف إحنا عندنا التوظيف في الكويت إما قطاع خاص أو قطاع حكومي من وجهة نظرك شنو الأفضل أن يكون التوجه هل قطاع العمل العمل في القطاع الحكومي في job security أكثر من القطاع الخاص فالكل يتوجه له ولا لا الواحد مفوض أن يكون مثل ما تقول معتمد على نفسه أكثر ويخاطر أو يجازف فيها مجازة في القطاع الخاص شنو حضرتك تشوف قبل ما أقولك خلنا نتفق أيضا اتفقات أخرى اللي هي شنو يعني طالب الطالب اليوم معناته طالب علم صحيح يأتي إلى مؤسسة تعليمية يطلب العلم صحيح مبروك خذ العلم ويتش الجامعة شهدت له بهذه الشهادة تتورقة نشهد أن أنت فعلا حصلت على هذا العلم بعدها يذهب إلى أخذ وظيفة ما معنى وظيفة وظيفة أنت تكون جزء إضافة حلو حق المجتمع لا حق الشركة اللي أنت فيها المؤسسة اللي أنت فيها والمؤسسة ثم أيضا لها مهام وأمور كثيرة أن تخدم الشعب تعطي المجتمع ترجع حق الشعب ولكن نحن نتكلم عن وظيفة فأن أنت تكون تضيف شيء للشركة شيء تضيف أضيف الإنتاجية اللي أنا العلم اللي خديته صحيح فتحول العلم اللي خديته والضيفة إلى المؤسسة اللي أنت فيها بصيغة مثل ما تفضلت بصيغة إنتاج فهي معادلة أخذ العلم أحولها إلى إنتاج وأضيف إلى المؤسسة اللي أنا فيها فأكون إنسان منتج فأردك الآن حق أول نقاش قلنا قلنا كل الدول العظمى والدول المسيطرة مهيمة بالعالم كلهم دول إيش؟ منتجة. صحي. وقال لك النظام الاقتصادي شي يقول لك يقول لك كل ما ازداد الانتاج ازداد مستوى معيشة الدولة. حلو. فنشوف الشركات اللي بالكويت. الشركات المنتجة. أقدر أعطيك أسماء. من غير ما أذكر أسماء. الشركات المنتجة. صحي. معروفة أن أحسن معاشات معاشاته. صح. أحسن انفيرومنت انفيرومنت. الكلية تمنى يكون فيهم. ليش؟ شركة أو مؤسسة أو كيان منتج. صحيح. 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 ها؟ دراسات، مواد، خدمات، أين أكون. فالكلية بيكون عندها ليش؟ لأن عندها وفرة من المال. لنشان أطلع مال من غير منتج، من غير خدمة. طبعا. فاليوم لازم الطالب يحط بباله. إذا تعين، إذا توظف، لابد أن يكون إنسان منتج ليس فقط لغرض الشركة، بثمات فضلة تغطي، للشركة وأيضاً للمجتمع له فيه، اللي هو أيضاً للدولة بحد ذاتها. الآن، السؤال عن قطاع العام والقطاع الخاص. القطاع العام، نعم هناك أمن وظيفي، فيه قوانين وقرارات، ولواح تحميك، إلخ 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 إلخ. بس مو معنات أن أنت ما يتم تفني شيك. هذا مفهوم خاطئ، واحد ناس ما قضينا قلط. صحيح. أنا اليوم لو أتغيب عن دوامي بعدة أيام معينة، يتم تفني شيك. تم تفني شيك، صحيح. يشكلون لجنة فيني ويأخذون فيني قرار. هذا ما لا شغل. الآن القطاع الخاص له وجهة نظرة جميلة جداً. يقول لك أنا اللي بيني بينك شنو؟ عمل. عقد أو إنتاج، صحيح. خلنا نكون نفس المصطلحات اللي نستعملها. بيني بينك إنتاج. أنا أبي منك هذه العدد الساعات اللي تشتغلها، أنا أبي منك علمك، أنا معينتك على علمك. صحيح. فبناء نعلمك، أبيك تعطيني مقابلة هذا الكمية للإنتاج. إذا كنت عضو هي التدريس، أبي منك 14 ساعة عمل، أبي منك 12 ساعة عمل، ها؟ صحيح. وأبي منك كذا، وكذا، 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 موافق؟ إيه، والله موافق، وقعت. أوك. إذا أنت خالفت هذا العقد، أبدأي حاصبك. صحيح. أنذار، أنذارين، أيّنكن. طلعت بره المسار، أبدأي حاصبك، إلين توصل مرحلة؟ إنها فنشك. صحيح. نزيل. ليش الشركة مني ودربة فنشك؟ أكيد ما لقتل. أكيد تقصيراً في أداء العمل، تقصيراً في الإنتاج. بضبط، لأن إحنا مو قاعدين بغابة. أكيد في نظام. إحنا مو بغابة. إيه. لو إحنا كنا بغابة، يفنشك أونسبوت. صح. بس ما يفنشك إلا بسبب. في محامين، في دولة، في قضاء. إيه إيه. لأن إحنا بغابة. صح صح، أكيد. معناتها، أنا ليش أقول أو أدعي إن القطاع الخاص ما في أمن وظيفي. إلا إذا أنا عندي شيء أخاف منه. إيه. إذا أنا مو أحاب ألتزم، أحب أقدم، أحط الشماعة بين فترة فترة، القطاع الخاص ما في أمن وظيفي. هذا مو صحيح. إذا واحد متمكن من شهادته، ماخذ شهادة معترف فيها صحيحة، موزونة، علم صحيح، وعنده القدرة الإنتاجية، ملتزم بالوقت، يأتي ثمان، يطلع ثلاث، ينكن شنو حسب وقته، محترم نفسه، سلوكياته، أخلاقياته، لا 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 لا، مني ماشيك؟ ما أحد. ما أحد راح ماشيك، إذا الناس راح عبدونا، الغرف كل شمع علي، أنا دا احترمت نفسي، أفرض احترامي. صح، أكيد، أكيد، هذا شيء وايد مهم يعني في الأداء الوظيفي بشكل عام، عندنا أنواع من الشهادات أكيد، والدورات، ويعني باست عن دي إدجيكيشن الحين، شنو الشهادات، وشنو أنواع الشهادات؟ أوكي، أول شي، شنو الشهادات اللي تزيد من الفرص الوظيفية؟ زين، تابين المختصر ولا أخذ راحتي؟ أخذ راحتك، أحنا نبي نفيد لكي، وشنو أنواع الشهادات؟ أولا، هناك، بس لحد يضحك، أوكي، هناك حظانة، شنو حظانة؟ شكرا حتى تقول أنت؟ قل له قل له وين رحت؟ الحظانة، أن أنت تكون محتضنينك، لا لك، ولا لك، ولا عليك، حلو، ثم تروح مرحلة الروضة، يتم ترويضك، صح؟ غلط، أسود، أبيض، شاطر، نوتي، شيطان، روضك، سويت شيء صف وقولك، يسو منحبة، منحبة، قبه، تعال أنت، يتم ترويضك، صح، 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 أهل الإبل نفس الشي، يروضون، الأجانب عندهم تكرموا الكلاب وغيرها، يروض، صار قال أعطا تريت، صحي، فلذلك مرحلة الروضة روضة، ترويض، ثم دخلت مرحلة التدائية، مبتدئ التعليم، الرياضيات من واحد لأمية، زائد ناقص ضرب، مبتدئ التعليم، ها، العلوم، جمعي لك ياها بمكان واحد، ما أعطاك فيزيا كمية أحياء، صحي، أعطاك ياها بمكان واحد، سماها مادة العلوم، أي، فمبتدئ التعليم، ثم دخلت مرحلة متوسطة، للعلم، هي أسوأ مرحلة، ليش؟ لأن الطالب ما يدري، هو بين الثنائي وبين المبتدئ، أي، بين نارين، أوكي، صح، صح، بين الكبار، وبين الصغار، لا هو ياهل ولا هو كبير، لا هو، صح، لو تفكر فيها، ترجع في الزمن، فعلاً متوسطة مرحلة ثقيلة جداً، أي والله، صدق، 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 الثنائي، اللي هو أدبي وعلمي، فأول شمسنا تخلط بين الثنتين، ثم تتميز، أي، تبدأ تختار، ميول، بعد الثنوية، نقدر نحط مطبة معينة، اللي هي الدبلوم، أي أصبحت أنت فني، عندك شهادة تشهد لك أن أنت رجل فني، أنا أدري عن يقين، إذا شاب الليث أحمر، أحط الكود يس، شاب أخضر أحط نو، هذا اللي أعرفه، بس ليش؟ ما أدري ليش، أوكي، صح، 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 أنا ما أدري ليش، فيأتي المهندس البكاريوس، أو مو شرط مهندس محاسبة، غير الفني، الغير الفني يدري ليش، يعرف سوي الحركة هذه، يس و نو، يعرف حط الكود، ويدري ليش، ويدري ليش هذي يس و ليش هذي نو، الأسباب، مسترئيس في مجاله، مسترئس هذا المجال، ثم يأتي الماسترز، سيد في مجاله، شو نقص دي بكلمة سيد في مجاله؟ أي بمعنى حط لك كرسي في هذا المجال، فأصبح ما أقولك نابغة وخبير، والعياذ بالله غير صحيح، وهذا اللي رايح أصلح مفهوم، كلمة خبير لازم عندك على أقل، بحزامك 25 سنة خبرة، صح، 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 اليوم من هب ودب سمي نفسها خبير، أحنا أحياناً، يعني أنا اليوم بالدولة أشتغل أحياناً كمستشار، للأسف يعطوني هذا اللقب، لسه أنا ترصح هذا، ما أستحق، ما أحد يستحق كلمة المستشار، إلا إذا أنت طفت 25 سنة خبرة أغل، لذلك نستشيرك، فأنت مستشار، ويا دوب شهادة عندك وكم سنة خبرة، نستشيرك على شنو، شنو مر عليك أنت شان ناخذ استشارك؟ صح، لازم نستشار. نرجع مع حديثنا، فالماجستير، الماجستير أي بمعنى أنت أصبحت ماستر سيد في مجالك، أي مركز في زاوية معينة، تأتي بعدين الدكتوراه، بي أش دي، دكتوراه في الفلسفة كلمة دكتورة شمعناتها؟ مع تعلمت كلمة دكتوران، شنو يعني دكتوران، شرعية، أي عندي لذالة المعلمة، أنا تشرأت في هذا المجال، الشيء عميق في هذا المجال، وتبحرت فيه، فطلعت بشيء يديد، فقدمت شي جديد للعلم اللي هو أنا قدمت شي جديد للعلم حلو فأصبح يتفلسف في مجاله صادقين حرف الباء في اللغة العربية ينكتب بإنجليزي بي وكبت اللتر ويعاد الرغم اثنين في الرياضيات قاعد فلسف ليش؟ لأنني قالك هذا ثاني حرف وبالإنجليزي بالشديد وقام يتفلسف مجال علمه مجال علمي قاعد فلسف وقاعدك حرف الباء باللغة العربية باء هو ثاني حرف باللغة الإنجليزية حرف البي ثاني حرف ينكتب شدي وشدي بالرياضيات الثاني رغم بديت فلسف في مجاله حلو وقام ينشر أبحاثه متعمق زيادة قام ينشر أبحاثه الآن هذه أعلى درجة علمية اللي هي بي أتش دي ولكن إيك واحد يقول بس أنا في عندي شخص اسمه بروفسور أستاذ دكتور في عندي أستاذ مشارك أستاذ مساعد هذا تفترق بالأبحاث كمية الأبحاث والنشر فأنت لما تأخذ الدكتوراه بعدها تبدي تنشر أبحاث خمسة إلى عشرة على حسب أي مؤسسة يعني خنقول تقيمك تأخذ بعدها على كمية الأبحاث تأخذ بعدها أستاذ مشارك بعدها تزيد أبحاثك زيادة تصير أستاذ دكتور تمام حلو فالي assistant professor associate professor ثم عندك full professor ولكن إحنا اليوم نقول أيضا هذه الشهادات لها أنواع الماجستير اللي تكلمنا فيها أي في شيء يسمى MBA في MSC master of science بعدها عندك MA master of arts وفي عندك Mphil Mphil هي master of philosophy هلو هلو إحنا خلع عقدكم معاي وخربتكم معاي عبدالعزيز عنده MBA accounting ويقدر أيضا ياخذ يقدر ياخذ أيضا MSC in accounting ويقدر ياخذ MA in accounting ويقدر ياخذ Mphil in accounting يه أوكي هلو لحظة MbA accounting MSC accounting Mphil accounting وأيضا M.A accounting هذي لها الماسترز أي كلهم ماسترز كلهم ماسترز كلهم ماسترز فش اللي اختلف اللي اختلف هو نظام الدراسة هذي قلت لك MBA معلاته نظام الدراسة رح يكون يتمحور حوالين شنو العلوم الإدارية master of business administration هلو تمام تمام هذي رحت عند lMA masters of arts أي بمعنى أدب المحاسبة آه أوكي 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 هذي قلت MSC ماجستر علوم في المحاسبة فراح تكون دراستك في المحاسبة من ناحية علمية أي أطبيقية أما lMA من ناحية نظرية أوكي وصلت ماجستر MBA case studies أمور كلها بالbusiness خصة business أوكي ثم أروح عند الأنفل معناتها ماجستر في الفلسفة في المحاسبة فيصير ماجستر فقط فلسفة thesis أكتب research بس أسوي أوكي ثلاثة المعترفين الأنفل المهم معترفين مزين فعندك بعدها بالدكتوراه في شيء اسمه PHD وفي أيضا في النظام الطبي ونظام القانون أيضا لهم مساميات أخرى ولكن أيضا بالbusiness في شيء اسمه DBA doctorate of business administration اللي هي نفس MBA ولكن أعلى درجة اللي هي DBA وليست MBA MBA أم معاتها master's D معاتها doctorate doctorate in business administration فتصير مختلفة ولكن ليست فلسفية في معنى ليست أنا بوجهة نظري أو العالم أعلى درجة ليش لأنه دشت في مجال الفلسفة دشت في مجال البحفي أما DBA أغلب اللي يأخذونها DBA أغلب اللي يأخذونها هم في القطاع executive نظام اللي هو وصل مرحلة مدير يبيطور من نفسها يبيطور الآفاق اللي عندها فيأخذ DBA أوه أوكي الحين انت قلت لنا على الشهادات العلمية شنو الفرق بينها وبين professional certificates الشهادات اللي ممكن الطالب أو الخريج يقدر يأخذها بعد ما يخلص مجال العلمي شون تفيده يعني احنا قلنا في شهادات علمية فتكسب فيها العلم والشهادات المختلفة اللي احنا قلنا عنها professional يسمونها شهادات مهنية شهادات مهنية اتطورني في مهنتي يعني اللي يأخذ مثلا CFA شهادات معنية في في وبيغضي نضح حتى في في شهادات اختصاص أو شهادات مهنية هذه الشهادات المهنية تطور علمي من ناحية مهنية شلون تعطيني أدوات اليوم أنا عندي عبدالعزيز أقوى نجارة على مستوى الكويت عند العلم عند علم مطبيعي معاي حلو أبيتش تنعجبين فيه نجار أقوى نجار بالكويت سوي عندك كبت بعد ها اسمعش طلبت منك طلبت منك كبت فأنا يجي أقولش حلو وعند العلم شون يبني كبت وعند العلم كذا 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 لكن راح ندزلتش يسوي الكبت اللي تبينا من غير مطرقة من غير منشار من غير مصدر من غير من غير كل الأدوات بأخذها مننا شون فتقولي شون علمش هل العلم يقدر يحكي في وقتها لا أصبح عندها أدوات أكيد فهني هو أحد يساسرني يقولي لا تحاطي أنا أيام الماجسير أيام البكاريوس أيام الدكتورة أعطونا أدوات بسيطة فأقولي حلو هاك مطرقة من خشب وهاك مسمار من خشب ماش سللك نفسك فيهم أش نفسك فهي يقولي بس أنا خذت شهادة محترف فيها عالميا شهادة البورد الأمريكي مدري إيش فتحولت مطرقتك من خشب إلى عديد عديد من هذا إلى ألماص من هذا ذا كذا فجام يطور أدواتك أوكي حلو حلو أنا قاعد أحاول أبسط الشرح لا بالعكس نشجع الطالب إذن نخرج خذت بكاريوس موجستير دكتوراي كمل إخشادات مهنية أشعر ستطور أدواتك حلو 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 يعني تبارك الرحمن أي والله دكتور أنت أضافت إلى جعبتي كمية معلومات كبيرة ويعلم الله أنا ودي لو لو يسعفنا الوقت أكثر أنه نأخذ ونعطف هالمواضيع لأن أتوقع أنا بعدين رح أتناغش معك عن أموت بس في واجب على الطلبة كل اللي قلتها هذا واجب الرسول السلام يقول دائما تبينوا بمعنى أنا أي شيء قلت الحين هذا من ناحية علمية كطالب علم لازم أي معلومة تييك سواء بالكلاس بره الكلاس وظيفتك من بودكاس دائما رح بعد ما تسمع وانا عجبت رح تتبين المعلومة نبي قبل لا نختم حلقتنا نبي دكتور رسالة منك توجهها حق الطلبة خصوصا الطلبة الجدد اقرأ 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 قد ما تقدر اقرأ القراءة مهمة المحادثة مع الطرف الآخر في مجالك أيضا مهمة الاستماع للناس أيضا مهم وأيضا الكتابة قد ما تقدر اكتب تعلم على الكتابة تعود نفسك من الحين باتشرا رح تتعين سواء كتابة يدوية أو كتابة بالكمبيوتر عود نفسك على هذا الأمور وأكيد أيضا الميكروسوفت أوفيس وورد اكسل باوربوينت تطور نفسك فيهم لأنه إذا تخرجت هذول كلهم اللي قلتلك إياهم رح يكونوا جزء من حياتك لمدة ثلاثين سنة على الأقل الله يعطيك الفعافية يعطيك العافية دكتور الله يعطيك الفعافية ما قصرت وعساك على القوة وإحنا جدا مستمتعين بالاستضافة الجميلة ولعل وعسا أن نلتغي معاك إن شاء الله في حلقات ثانية الله يعطيك الفعافية دكتور عمر الحسين هان ونشوفكم إن شاء الله في حلقتنا الياية وسالفة يديدة بإذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة